سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه هذا الرجل التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من زيارة البقيع فقال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك أنا بحب أصلي عليك سيدنا أبي ده ما كانش راجل كده عادي لكان واحد من الأربع الذين جمعوا القرآن وكان واحد من القراء اللي أوصى بيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس فيهم حاجة فيهم إن القرآن من غير النبي ما يوصلش للسر هذا سيدنا أبي القارئ العظيم اللي القراء الصحابة أخذوا عليه وقرأوا عليه عرف إن سر القرآن كله في النبي جاي سيدنا النبي من البقيع يقول له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك كده كده أنا موضوع الصلاة عليك ده موضوع كتير عندي بس عايز أسألك سؤال عايز أسألك على الكمية بقى أجعل لك كم أجعل لك من صلاتي صلاتي إن المقصود بها دعائي يعني أذكاري أورادي كم أجعل لك من صلاتي أجعل لك ثلثها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت زي بعضه اعمل وإن زدت فهو خير لك طب لما لقى الموضوع إن زدت خير لك قال أجعل لك نصفها قال ماشي برحتك وإن زدت فهو خير لك طب إذا كان كده بقى يبقى نخليها كلها صلاة عليك قال ماشي لا هنا ما قالهش ماشي أجعل كل دعائي صلاة عليك سيدنا النبي عطاله تصريح يعلم بيه الأمة كلها فضل الصلاة علي سيدنا النبي قال إذن تكفى همك ويغفر زنبك ودي بقى أرسالة لكل واحد عنده مشكلة مش عارف يحلها سيدنا النبي حل سيدنا النبي كل واحد بيدور على اسم الله الأعظم وعايز يطلع به السماء وينزل به الأرض ويملك به تملك الدنيا كلها بالصلاة علي النبي وتملك الآخرة كلها بالصلاة علي النبي وتتحلم عضال مشكلات الدنيا بالصلاة علي حضرة سيدنا النبي وتتحل مشكلات الأخرة وعضاء المشهد الكريم يوم القيامة بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم